هوري حضراتكم محافظة الشرقية سعر المتر لان انا قلت كل يوم يبقى عندنا محافظة او اتنين عشان الناس تبقى عارفة محافظة الشرقية سعر المتر في المدن بستمائة جنيه ده اللي هو المتميز يعني ده المناطق المتميزة بستمائة جنيه سعر المتر بالنسبة للسكن الاماكن اللي غير مخططة بربع مئة جنيه الاماكن اللي قرى بمتين النجوع بمية لا يا ساتة المحافظ انا بقول لسيادتك سيادة المحافظ دكتور ممدوح غراب لو سمحت انزل شوية تاني انا بطلب على الهوى على فكرة انا بطلب عشان اهلنا في كل مكان يعني مين في النجوع هيدفع مية جنيه في المتر هو عنده ايه اصلا ده بيت يدوب قد كده فيه وعياله في القرية هيدفع ميتين جنيه يا ساتة المحافظ دكتور ممدوح غراب لو سمحت لو سمحت انزل شوية بالاسعار دي ارجوكوا ساعدوا البلد وساعدوا الناس انا هنا دوري مع بلدي ومع الناس فانعايز الاتنين يمشوا مع بعض في اتجاه واحد الناس عشان تطبق القانون يطبق ونحافظ على السلم الاجتماعي مش هندحك على بعض انا في قرية النهاردة ولا في ناجع انهي متر اللي عندي بمية جنيه هتعملوا لي طب منشيط ناصر ده محافظ القاهرة نزل بمنشيط ناصر في بعض الاماكن بخمسين جنيه يعني منشيط ناصر في القاهرة في العاصمة بخمسين جنيه وانا قاعد في ناجع في محافظة الشرقية مع احترام الاهلين في الشرقية كلهم قدينوا المتر بمية جنيه ليه يعني منشيط ناصر في القاهرة بخمسين وناجع مش عارف ناجع ايه في قرية ايه لان الناجع ده تبع قرية بمية جنيه في الشرقية ليه او قرية بمتين جنيه في الشرقية ليه المتر ننزل شوية ارجوكو 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 الشرقية وبخاطب كل السادة المحافظين لانه في الاخر انا عايز الناس تسدد والناس تتجاوب وتدفع والدولة تاخد حقها والمواطن ما يبقاش بالدايق اسعار دي كتيرة وانا بقول كتيرة بمعنى الكلمة الكلمة وبقول على الهوى بقول على الهوى لازم نساعد لازم نخفف ونخفض لازم نخفض عشان الناس تبقى موجودة اهلين هنا في القرى في الشرقية ما نعرف ناس كتير من الشرقية ارايبي واهلي كمان هناك ناس بتشغل بيومية يا جماعة معظم الناس الناس دي مش عندها املاك ما عندهمش ابعديات يا جماعة اللي انطبق على الشرقية انطبق على كل المحافظات وكل القرى رئيس الجمهورية النهاردة عامل اجتماع عشان تطوير القرى المشروع القوم اللي تطور القرى في الريف المصري يعني رئيس عارف حال القرى وحال النجوع عامل الاجتماع النهاردة مخصوص عشان اساعد الناس اجي انا اقول له متين جنيه للمتر في قرية قرية تابوشميس مثلا والعزب تابوشميس مثلا معقولة المتر متين جنيه ليه ارجوك سيد المحافظة الشرقية لو سمحت نزل اسعار شوية شويتين كمان خفضوا وسهلوا للناس عايزين هدوء عايزين هدوء بالراحة بالراحة لو سمحتوا بالراحة للناس الناس عايزة ولكن بتلاقي الاسعار كده الناس بيقولك طب هعمل ايه المحافظ فيدي سلطة النهاردة سادة المحافظين في ايدكو السلطة الكرة عندكو مش عند اي حد تاني في الدولة عند حضرتك خففوا لو سمحتوا انا في الشارع انا في الشارع انا بقعد مع الناس انا الناس بتكلمني